إذا علنت وزارة الخارجية في كازاخستان اتفاق الأطراف المشاركة في اجتماعات أستانا بشأن سوريا على تفعيل مناطق خفض التصعيد الأربع والتي ستمتد إلى ستة أشهر قابلة للتمديد وفي بيان صدر عقب اجتماع أستانا فإن روسيا وإيران وتركيا ستتولى الرقابة في منطقة خفض التوتر الرابعة في إدلب السورية وأكدت الخارجية الكازاخستانية أنه اتفق على إنشاء لجنة ثلاثية بمشاركة الدول الثلاث الضامنة